الشاي الأخضر هو من أفياد المشروبات على وجه الأرض. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسادة والعناصر الغذائية التي لها تأثيرات قوية على الجسم. وفي هذا الفيديو سنعرض خمسة من أهم الفوائد الصحية المثبتة علمياً للشاي الأخضر، بعضها مهم جداً عندما نكبر في السن. واحد، المركبات الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تحسن وظائف الدماغ وتجعلك أكثر ذكاءً. يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، وهو منشط معروف يمكن أن يعزز وظائف الدماغ معقتاً. ولكن الشاي الأخضر يحتوي أيضاً على الحمض الأميني ألثيانين، الذي يميزه عن القهوة. وذلك لأن الألثيانين يتجاوز حاجز الدماغ ويزيد من نشاط الناقلات العصبية، مثل الدوبامين، وإنتاج الموجات ألف في الدماغ. والأهم من ذلك، تشير الدراسات إلى أن الكافيين والألثيانين يمكن أن يكون لديهما آثار تفاعلية متبادلة. وهذا يعني أن الجمع بين الاثنين له تأثيرات فريدة على الدماغ وتشمل التحسينات الطفيفة في اليقظة والانتباه، وحتى النتائج الحسية. ويقوم العديد من الأشخاص بالإبلاغ أيضاً عن زيادة الطاقة المستقرة وزيادة الإنتاجية عند شرب الشاي الأخضر مقارنة بالقهوة. اثنان، الشاي الأخضر قد يحمي دماغك في كبر السن. لا يحسن الشاي الأخضر وظائف الدماغ في المدى القصير فقط، بل قد يحمي أيضاً الدماغ مع تقدمنا في العمر. مرض الزهايمر ومرض باركنسون هما الأكثر شيوعاً من الأمراض العصبية عند البشر. تشير الدراسات المتعددة إلى أن مركبات الكاتيكينات في الشاي الأخضر يمكن أن تكون لها تأثيرات واقية مختلفة على الأعصاب، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون. ولكن هذا لم يتم إثباته حتى الآن إلا في أنابيب الاختبار ودراسات الحيوانات، وليس في البشر. لذا حتى ذلك الحين لا يمكننا الجزم بذلك بالتأكيد، ولكنه أمر محتمل بشكل كبير. ثلاثة، الشاي الأخضر يقلل من خطر الأمراض القلبية. الأمراض القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر أسباب الوفاة في العالم. تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يحسن بعض العوامل الرئيسية لخطورة هذه الأمراض، وخاصة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول. ويبدو أن الكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر هي المكونات الفعالة بالمساعدة في هذه المشاكل أيضاً. ومن المثير للاهتمام أن دراسة أجريت على أكثر من 19 ألف شخص صيني متوسط العمر ومن كبار السن أظهرت أن أولئك الذين يشربون كمية أكبر من الشاي الأخضر، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 11% خلال فترة الدراسة التي استمرت خمس سنوات. أربعة، الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2. تشير الإحصاءات لا أن السكري من النوع 2 يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم ويتضمن ارتفاع مستويات السكر في الدم على شكل مقاومة الأنسولين. تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من مستويات السكر في الدم. وكما هو الحال مع فوائد صحة القلب، الفضل يعود للكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر. وفقاً لمراجعة لسبع دراسات بمشاركة ما يقرب من 300 ألف فرد، كان من يشرب الشاي الأخضر أقل عرضة بنسبة 18% في الإصابة بالسكري. بالطبع، هذا مجرد ملاحظة ولا يمكن ثباته، ولكن هناك بالتأكيد تأثيرات تحدث فيما يتعلق بالصحة الأيدية العامة. نظراً لأن شرب الشاي الأخضر يقلل من خطر مشاكل الصحة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، فإنه من المنطقي أن يساعدك في العيش لفترة أطول. في دراسة أجريت على أكثر من 40 ألف شخص ياباني، كان أولئك الذين يشربون كمية أكبر من الشاي الأخضر أقل احتمالاً بشكل كبير من الوفاة خلال فترة 11 عاماً. لذا فإن معدل الوفاة بسبب جميع الأسباب كان أقل بنسبة 23% لدى النساء و12% لدى الرجال، وكان معدل الوفاة بسبب أمراض القلب أقل بنسبة 31% للنساء و22% للرجال، وكان معدل الوفاة بسبب السكتة الدماغية أقل بنسبة 42% للنساء و35% للرجال. كما هو أجريت دراسة يابانية أخرى على ما يقرب من 100 ألف شخص ياباني في منتصف العمر ومن كبار السن، وجدت أن أولئك الذين يشربون كمية أكبر من الشاي الأخضر كانوا أقل بنسبة حوالي 15% عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب خلال فترة الدراسة التي استمرت 19 عاماً. في النهاية يمكننا القول أن فوائد الشاي الأخضر للصحة مذهلة بشكل كبير. هل تشربون الشاي الأخضر بانتظام؟ شاركونا بالتعليقات. تابعونا للمزيد من النصائح الصحية الطبيعية.